رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يحط في واشنطن مع الوفد المرافقي له زيارة لبدء مرحلة جديدة في العلاقات بين العراق والولايات المتحدة مرحلة تتمثل بجولة رابعة من الحوار الستراتيجي الذي يمثل صفحة جديدة في الأبعاد الجيوسياسية والأمنية من منظار عراقي سيكون أخراج للقوات المقاتلة وستبقى قاعدتان فقط معلومة الأعداد ببقاء مستشاري للدعم اللوجستي فقط مع أطر تفاهمية وهو ما أنا أملها أن يكون حاضرا في هذه الزيارة وعلى ما يبدو فأن بغدادا وواشنطن قد حسمت أمرهما بشأن طبيعة بنورما التواجد الأمريكي تحول في التعاون الأمني يؤسس لمرحلة جديدة في خارطة الانفتاح على واشنطن التي تشاركت عبر التحالف الدولي مع العراق في القضاء على عصابات داعش قامت بإنجازات كبيرة من جانب الأمن مثلا أخراج داعش من العراق تصفية المناطق كثير من الملفات الأمنية مسيطرة عليها بشكل تام ولكن تدخلات الخارجية هي التي تربك الوضع الأمن في العراق زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن والجلوس إلى طاولة الحوار الستراتيجي الأخيرة قد تنهي عاصفة جدل المثارح حول الوجود الأمريكي من بعض الأطراف الداخلية إلى جانب ترسيخ العلاقات المستقبلية مع واشنطن في مجالات شتى من العاصمة العراقية بغداد بدر الركاب اليوم